تصاعدت وطيرة الاحتجاجات في ايران تزامنا مع احتفالات النظام باقامة حكم الملالي في سبعينيات القرن الماضي رافعين شعارات رافضة للقمع والترهيب الذي تمارسه السلطات الايرانية تجاه المحتجين مرددين هتافات مناهضة لرموز النظام كما استمرت مظاهرة الاسيان المدني على نطاق واسع في مدن مختلفة ونزل المواطنون في ابدان بمحافظة الام الى الشوارع للاحتجاج على اعتقال سجاد مرادي ورددوا هتافات مناهضة لعلي خامني اخرقت مجموعة من مواطني ابدان علم النظام الايراني وزخارف احتفال النظام بذكرى ثورة عام 1979 خلال تجمع احتجاجي كما استمرت الهتافات الليلية من المنازل في انحاء مختلفة من البلاد ورددوا الشعارات المناهضة للنظام رددت في العديد من احياء طهران كما استمرت كتابات الشعارات ووضعوا لافتات الاحتجاجات وتدميروا رموز النظام من جهة اخرى تجمعت مجموعة من اهل المحكومة عليهم بالاعدام امام مبنى القضاء للمطالبة بوقف اعدام ذويهم ورددوا في هذا التجمع شعارات مناهضة لممارسة القبع وترهيب المحتجين بالاعدام واعتقلت سلطاته الايرانية ما لا يقل عن 185 شخصا خلال شهر يناير الماضي في بلوشستان وفق تقارير علامية حقوقية اتوقعت مراكز رص حقوقية ان يكون المعتقلون حديثا في مدينة زهدان اعلى من 185 بسبب الاجواء الامنية الشديدة وحملات الاعتقال واسعة النطاق والتعطيم على الاحداث من خلال تكميم الافواه وتعمد قطع خدمات التواصل والانترنت ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة